الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه إلهي قصرة الأنسن عن بلوق ثنائك كما يليق بجلال وعجزت العقول عن إدراك كنهي جمال وعليك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحاء وآيانات وجهك ولا أن تجعل للخلق طريق كنهي قصرة الأنسن عن بلوق ثنائك إلهي فاجعلنا من الذين ترى السخامة أشجار الشوق إليك في حدائق صدوريين وأخذت لوعة محبتك كنهي قصرة الأنسن عن بلوق ثنائك كنهي قصرة الأنسن عن بلوق ثنائك المصافات يردون قد كشف الغطاء عن أبصارئين وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفلت مخالجة الشكئي عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدوره وعلنت لسبغي السعادة في الزهادة هممه مؤوه وعذبا في معين المغابلة شربه وطعبا في مجلس الأنس شره وأمنا في أي موطن المخافة سربه واطمأنات بالرجوع إلى رب الأربى وأوابئ أنفسهم وتيقنات بالفوز والفلاوة وأخي أرواحهم وقرأت بالنظر إلى محبوبهم أعينه واستقر بإدراك السؤل ونين المأمول قراره وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارته ترجمة نانسي قنقر إلى وهي ما ألث خواطر الإلعام بذكرك على القلوب وما أحلى المسير إليك بالأوحاب في مسالك الغيوب وما أطيب طعم حبك وما أغذب الشرب ويام القرب فأغذنا من طردك وإبعادك واجعلنا من أخ الصيع ورفيك وأصليح عبادك وأصديق طائعيك وأخليص عباواديك يا عظيم يا جليل يا أن كريم يا منئين برحمتك ومنك يا أرحم الرحمين اشتركوا في القناة